السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبائي في قناة وصفات لكم اليوم جئتكم بوصفة رائعة ممتازة بسيطة بمكونات متوفرة في كل بيت هي وصفة موضعية للتسمين أي لتسمين المناطق مثل الأرداف، الخدود، السيقان، كذلك الصدر فمع المداومة على هذه الوصفة والاستمرارية على استعمالها سوف تلاحظون نتائج سريعة جدا سوف تحصلون على صدر مشدود وممتلئ بمكونات طبيعية في متناول الجميع وقبل ما نمر أحبائي إلى المكونات أتمنى منكم لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من الناس أيضا أتمنى من الزوار الجدد الذين أول مرة يزورون قناتي أن يشتركوا فيها ويفاعلوا الجرس لكي تصلكم جميع وصفات المجربة والمضمونة وسأحاول إن شاء الله دائما إفادتكم بأنجح الوصفات أنتظروا أراءكم وتعليقاتكم الجميلة دائما كما أنتظروا أسئلتكم فيما يخص أي وصفة إذن بالنسبة لأول مكون سوف نحتاج إليه أحبائي هي الحلبة الحلبة مطحونة وزيت الخروع فهذين المكونين استخدموا منذ القدم في مصر لأول مرة لتكبير الصدر حيث أثبت أنه إذا أعطي للمرضى عشرون نقطة ثلاث مرات يوميا فإن حجم التذي يتضاعف ويزداد حجمه كذلك مع خلط كمية متساوية من زيت الخروع والحلبة ودهن الوجه من هذا الخليط يوميا قبل النوم يساعد في نفخ الخدود وجعلها تبدو ممتلئة وكذلك مشرقة وجميلة كذلك من أهم فوائد هذه الزيوت تقوي الشعر تساعد على نموه بشكل أفضل وأسرع وتمنع من تساقط الشعر والحد من القشرة وذلك بسبب احتواء هذا المزيج على العديد من البروتينات خاصة الحلبة وهنا على بركة الله نبدأ في تحضير هذه الوصفة لدينا هنا كما قلت الحلبة مطحونة لدينا مقدار ملعقة كبيرة من مطحون الحلبة نضيف إليها مقدار ملعقة كبيرة من زيت الخروع وكذلك ملعقة من زيت الحلبة نمزج هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض أي حتى نحصل على كريم متجانس ومتماسك يسهل فرده وتطبيقه على البشرة بعد ذلك يمكنكم أخذ هذه الوصفة وتطبيقها على الأماكن المراد تسمينها كاستدر الأرداف الخدود السيقان أيضا أي كل مناطق الجسم التي تودون إبرازها فهذه الوصفة تطبق على بشرة نظيفة وهنا الخطوة المهمة أولا يجب غسل البشر بالماء الدافئ لكي تتفتح المسامات وحبدا لو تقومون بضرب خفيف على البشرة أو عمل مصاج خفيف لتنشيط الدورة الدموية في المنطقة مدة 10 دقائق تقريبا فهذه مرحلة جد مهمة لنجاح الوصفة ثم بعد ذلك تأخذون هذه الخلطة وتقومون بفردها على البشرة فهي وصفة تسمي المنطقة كذلك تحمل بشرة من التجاعد وبالخصوص إذا تبقنا هذه الوصفة على الخدود لأن هنا زيت الحلبة والخروع يشترك في ترطيب البشرة والجلد والمحافظة عليها من الجفاف والتشقق والحلبة أيضا تقوم بنفخ وتكبير الخدود والأرداف الصدر بشكل آمن كذلك زيت الخروع يمكنكم أيضا استعماله لوحده وذلك بتدليك الجسم بزيت الخروع قبل الاستحمام مرة أسبوعيا يساعد البشرة على الاحتفاظ بنظارتها كذلك زيت الخروع يحفز العضلات على التضخم فهي وصفة بسيطة ومكوناتها بسيطة سهلة لكنها فعالة مع المدومة بالطبع والاستمرار عليها مدة لا تقل عن 15 يوما فما عليكم إلا تجربتها والمدومة عليها لأنها بالفعل سوف تدهشكم النتيجة أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل وأتمنى أن تنال وصفة اليوم إجابكم شكرا لكم على حسن المتابعة أنتظروا آراءكم وتعليقاتكم أيضا دعمكم لي وذلك بالاشتراك في القناة ولا تنسوا أحبائي أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته